إنتوا إزاي مثلا أقناعته محمد ندوح نشتغل لغاية الحلقة العاشرة بس محمد ما مدوحه واجل ذاكي وممثل زميل أخ أول ما بدأ بدأ معنا في إبراهيم الأبيض لو حرك تفتاجه طبعا محمد من الناس المغفور له مقدما في الدنيا كده عارف الناس الطيبة اللي ماشي بقلبها محمد كده ربنا يساعده يا رب ويكلمه عشر حلقات ويمشي عشان هو ممثل بجاجار هو عالف من الطرق عشان هو ممثل بجاجار بصراحة بأمانة عشان ندي الراجل ده حق وإستاذ أحمد السقه ده الراجل ده أنا قبلت معه حاجات غريبة جدا الراجل ده أنا مفيش ممثل كلمته في مصر وقلت له أنا بعمل بروجيكت لأحمد السقه حتى لو مشهده ما يجيش لأنه هو بيحب زميله وزميله بيحبه ما استغربت جدا من الحكومة دي أنا بكلم أي حد في التليفون يقول لي سقه طبع يقول لي أمير كرارة صحبة أقوله صحبة كده التنازل تولع فيه زي ضحي كل الناس بأمانة دي حاجة الحاجة التانية هو الراجل ده عنده من الاحتراف والخلق والموهبة وكل حاجة أنه هو بيمسك الكرو كله 250 بني آدم ووراهم شغال بتاع 500 بني آدم تانين لا يعرف كل واحد بإسمه بمشكله بيستوعبه بيحب واخد سامي في حضنه واخد ممثلينه في حضنه مع أنا راجل بجد أنا مبسوط إن أنا اشتغلت مع الراجل ده شرف لا يحقم